وقضية السكنية سيد الرئيس اتكلم فيها وإحنا كان عندنا مؤتمر بيقول أن ما يتم من خلال الزيادة السكنية يلتهم كافة المصادر التنمية وإحنا كقطاع صحة أكيد عدد المستشفيات اللي اتعاملت سنة 50 اللي كانت موجودة لحد الوقتي مش ممكن هتقدر أنها من 25 مليون مواطن في هذا التوقيت تقدر أن هي نفسها المستشفيات تتعامل مع 105 مليون مواطن إذن القضية السكنية هي قضية حاكمة جدا في قطاع الصحي نتيجة الاحتياجات الضرورية والأساسية من أول التطعيم لحد الأمراض المزمنة اللي ممكن نتعامل فيها خلال حياتنا وهكذا ضعف توزيع الخدمات ممكن نشوف الصعيد ما عندهش مستشفيات زي العواصم الكبرى في القاهرة والسكندرية والمنصورة لكن نلاقي فيه ضعف في بعض القرى وفيه ضعف في الإمكانات هل ده ما كانش على رأس أولويات سات الرئيس الحقيقة من 2014 للنهاردة علشان نقدر أن احنا نتوسع في المنظومة الصحية في كافة محافظات الجمهورية بل في كل نجع وكل كفر وكل قرية جائحة كورونا تحدي كبير أصاب مصر وأكتر ما أصابه وأصاب القطاعات الصحية على مستوى العالم ولكن يمكن في خلال اليومين اللي فاتوا زمالي حكوا حكاية كورونا وأحب أكررها تاني لأن أنا كنت شاهد عيان في هذا التوقيت لما رحنا للسات الرئيس في بداية أنا أتصور كان في آخر مارس أو أول إبريل 2020 وقلنا للسات والعالم ماشي إزاي العالم بيقفل العالم ساعتها دول متقدمة كبيرة دون ذكر أسماء انهار المنظومات الصحية اللي فيها وكان هناك حالة رعب لنتيجة عدم وجود كتالوج للتعامل مع هذه الخضية وكان سات الرئيس من خلال لجنة تم تشكيلها لمتابعة هذا الوضع مع دولة رئيس الوزراء إسبوعيا كنا بنجتمع يمكن ناس كتير ما تعرفش كواليس التعامل مع جائحة كورونا دعم مادي ودعم معناوي ودعم سياسي من سات الرئيس بالوضع ان احنا ما نقفلش ونبقى عندنا توازل ما بين التعامل مع القضية في ضوء ظروفنا الخاصة اللي لا تتحمل ان الناس تقدر تقفل سواء اللي يعودوا من الجامعة والمدرسة والمصانع تقفل والخطة التنمية تنتهي كان معادلة صعبة حطت علينا ضغط في العمل كبير جدا